من جديد المعلومة اللي أكدتها لكم في بداية الحلقة أنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالفعل تحفظ على تعينات المحافظين الجدد لأنه يطالب بأن يكون عدد كبير من المحافظين من الشباب ما بين سن 40 ل 50 وقال يعني إذا قفز السن إلى 55 فليكن لكن هو يفضل أن يكون في عدد كبير من المحافظين ما بين 40 إلى 50 سنة يبدو أن المشكلة هي كيف يمكن إدماج الشباب في العمل السياسي كيف يمكن إدماج الشباب في العمل التنفيذي كيف يمكن استعاب الشباب رئيس عبدالفتاح السيسي التقى بعدد من الشباب بالأمس والسؤال ما الذي ضار كما تشاهدون في الصور اللي على الشاشة نحاول بس نتأكد من الصور ما الذي ضار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والشباب ما هي أهم الأسئلة؟ ما هي أهم الملاحظات التي سجلوها؟ ما هي أهم ما قالوا لهم الرئيس عبدالفتاح السيسي؟ أقدم ضيوفي من الذين شاركوا في اللقاء دكتور حسام كامل عضو مبادرة مرور كايرو دكتور حسام أهلا بيك أهلا بيك سيداني دكتور محمد العقبي المدرس المساعد بجامعة حلوان وعضو مبادرة اسمعونا في أمل دكتور محمد أهلا بيك أهلا بيك أصلا إن شاء الله نسمعك وإن شاء الله يبقى في أمل يا رب دايما إن شاء الله أستاذ هيثم نبيل عضو مبادرة اسمعونا في أمل دكتور محمد عايز أبدأ معك اللقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي اللقاء دايما مع الشباب يكتسب أهمية خاصة لأنه في أكثر من لقاء يؤكد أنه المشكلة هي الشباب كيف يمكن أن ندمجهم كيف يمكن أن يشاركوا في العمل التنفيذي بشكل أجل لأننا عنينا في أنظمة سابقة من شيخوخة السلطة نطمح ونطمح في أنه الشباب يتصدرون المشهد إيه أهم مدار في هذا اللقاء إيه أهم الملاحظات اللي سجلتوها إيه أهم الأسئلة التي سألتم فيها الرئيس السيسي أولا بنشكر حضرتك على الدعوة الكريمة وأنا عايز بس أوضح نقطتين في غاية الأهمية إحنا طبعا تماما مع فكرة إدماج الشباب في العمل التنفيذي والعمل السياسي ودي مهمة كبيرة جدا على الدولة ولكن إحنا بنأكد على نقطة مهمة جدا إحنا لقاءنا مع السيادة الرئيس كان بعيد كل البعد عن السياسة ولأن إحنا كمجموعة شباب أصحاب مبادرات كان الاتفاق الأساسي والشرط الأساسي للعمل معا أن نكون بعيد عن عباية السياسة لسبب بسيط جدا لأن السياسة هي اللي خلقت المساحة المشتركة اللي بيننا ولكن بشكل عكسي بمعنى أن إحنا كلنا سواء الممثلين اللي موجودين قدام حضرتك للمبادرة أو اللي اجتمعوا مع الرئيس السيسي هم أشخاص نفروا من السياسة أشخاص ضد أن نخدم البلد من خلال السياسة شايف أن السياسة استنزفت المجتمع استنزفت المجتمع وقللت مساحات الاتفاق قللت الأمل في نفس الناس قللت فكرة العطاء للبلد بدأت تخلي الناس تدخل في مرحلة التشكيك والتخوين قلتوا ده مبارح للرئيس السيسي من قبل أن نصل إلى الرئيس والرئيس وصل له الرسالة كاملة أن دول مجموعة الشباب ولذلك مبادرتنا اسمها اسمعونا في أمل أن نلتقي في مساحات مشتركة بعيدا عن السياسة وإحنا كان شرط من شروط التأساسية اللي أصدرناها أن نحن أشخاص ليس لنا أي مطامع أو أهداف سياسية في الحاضر أو المستقبل لن يقبل أحد من المنضمين للمبادرة أي منصب سياسي أو تنفيذي طوال انضمامه للمبادرة نحن نعمل من أجل مصر فقط بعمل أهلي عمل تطوعي مجتمع مدني نحن لا نرغب أن تتلوس براءة مبادرتنا بأي شكل من أشكال السياسة عشان كده اللقاء كان قاصرا على أصحاب المبادرات اللي فيها أفكار مبدعة بالضبط زي اسمعونا في أمل قبل ما تقولينا ملخصها هذه المبادرة اسمعونا في أمل اسمح لي أحكي لك الحكاية سريعا أنا مش عايز أخذ من الوقت زملائي القصة كلها بدأت بأن الأستاذ هيسم نبيل وده احنا قلناه فعلا لسيادة الرئيس بعد مجموعة من المواقف قرر أنه هو يهاجر 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 هيسم اللي قدام حضرر فكتب على بلد ده أحسن أم هيسم فكتب وعلى فكرة الرئيس يعني كان بيستهدف هيسم في الكلام بشكل أساسي وفضل مع هيسم لحد ما تأكد أن هيسم فكرة التغارة فهيسم كتب على الفيسبوك أنه هو هيناوي يهاجر في المرحلة دي احنا ما كناش لسه أصدقاء يعني فليه بينا صديق مشترك والدكتور محمد فتحي فكتب تأثرا باللي كتب وهيسم أن إحنا إذن لابد أن إحنا نتحرك علشان نخلق مساحة أكبر من الأمل أنا التقي الطرف الخيط وصديقنا مصطفى زمزم هو دعا أن إحنا نتقابل ما تيجوا نتقابل نجتمع ندور على حل للأزمة دي إزاي كل الاتقاط السلبية اللي جوانا دي والأفكار السلبية دي إزاي نخرج منها ونصنع مساحة أمل لم يكن في بالنا لا نلتقي بمسؤول ولا برئيس جمهورية ولم نكن في أزهاننا أن إحنا نلتقي بمسؤول أو حتى وزير وإحنا كان هدفنا الأساسي حتى لو حد عايز نضم لنا شخصية سياسية أو إحنا بنشتغل إحنا الناس المجهيل دول إحنا عايز تخدم المجتمع بعيدا عن السلطة والوزراء والمسؤولين اجتماعنا جميعا اكتشفنا وإحنا بدون إحنا كنا راحين قابل بعض وإحنا مش عارفين إحنا مين كله اكتشفنا يعني أنتم بارح قابلتوا بعض لا لا يا فندم إحنا أحنا بحكي لحضركم من قبل كده فاكتماعنا في الاجتماع التأسيسي اكتشفنا أن كلنا أصحاب مبادرات وكلنا عندنا أفكار لخدمة البلد بعيدا عن السياسة بالفعل وتم دمج جميع المبادرات في مبادرة كبيرة اتفقنا برضو بشكل جماعي وديمقراطي بحث أن يكون اسمعونا في أمل وأن نركز على فكرة الأمل داخل اسمعونا في أمل في مرور كايرو اللي منها لدكتور حسام في القرية السعيدة في كشك الرحمة في مبادرة عن الألترس في مبادرة حلقة وصل للتعامل مع الجهات الحكومية والشعب في مبادرة ثقافية اسمها كتابك وكتابك في مبادرة داخل الجامعات اسمها أسر اسمعونا داخل الجامعات في مبادرة هنلونها ودي مبادرة من أنشط المبادرات هنلونها اللي هما بيلونوا الشوارع بالظبط ولكن وفق رؤية علمية مدروسة علشان الهدف من المبادرة مش تلوني الشوارع خالص الهدف من المبادرة هو رفع الزوء العام الجمال الجمال ومش عايز يعني أي لونه خلاص يعني لا يعني وفقا وهم غليهم وعيشات ممكن نتطرق لها ولو قدرنا نستضيف حد منهم على التلفون هنجيب عايزين المبادرات دي كلها في مرور كايرو القرية السعيدة كشك الرحمة القرية السعيدة أيوة كشك الرحمة وفي مبادرة الأولتراس حوار لصدام حلقة وصل للعلاقة بين الدولة والمواطنين كتابك وكتابك دي مبادرة ثقافية مبادرة أسر اسمعونا في أمل داخل الجامعات دي داخل الجامعات مبادرة هنلونها ثم مبادرة من أهم من مبادرات اللي انضمت لنا وهي دوائر الخير ودي مبادرة بتعمل داخل سيناء دوائر الخير طيب هيبقى معنا بعضهم على الهاتف معنا بس طيب قولي اسمعونا في أمل بتشتغل على إيه اقول لي حضرتك احنا بالأساس عايزين بس ان احنا نتكلم في نقطة أساسية ان الموضوع بقى اكبر من مبادرة الموضوع بقى مشروع لزراعة الأمل في مصر الرئيس عايز يستصلح مليون فدان واحنا عايزين نستصلح مليون مساحة أمل عايزين يبقى عندنا مليون شخص عندهم أمل نزرع الأمل في بيوت الناس في نفوس الناس احنا ده الهدف الأساسي لنا سواء من اسمعونا أو في حياتنا العادية احنا بينا زي ما كتبنا كلنا وبدون أن نقصد كلنا بينا زرع للأمل يعني فدي ده الهدف احنا هدفنا مجموعة هدف مهمة جدا أول حاجة هو التشبيك بين كل المبادرات اللي بتعمل على الأرض وفق الألية والشروط اللي احنا طرحناها أن تكون مبادرات تستهدف خدمة البلد دون مطمع سياسي ودون شكل سياسي يعني لا احنا عايزين احنا مش هنقدر للأسف الشديد نشتغل مع مبادرات حزبية ولا هنقدر نشتغل مع مبادرات حكومية ولا هنقدر نشتغل مع مبادرات بيطرحها أشخاص لهم يعني مطامع أو أهداف سياسية احنا بنشتغل مع المبادرات اللي بيطرحها أعضاء من المجتمع المدني ببراءة الوطنية والإخلاص للوطن ده هدف أساسي احنا نشبك كل المبادرات دي والنص الجهودة إلى جانب ان احنا هنستهدف مجموعة من المشروعات احنا كاسمعونا وإحنا بالفعل اتفاقنا مع الرئيس على مشروع كبير هنتطرق ليه بعد كده ان احنا نوصل لده الحاجة الأهم واللي احنا بنتمناها ويمكن كان بدايتها مع سيطة الرئيس وهو إزابة الجليد بين المجتمع المدني والجماعات اللي بتشتغل على الأرض والدولة لأن في حالة جهودة